السلام عليكم و رحمة الله و مرحبا بكم اليوم سوف نقوم بمقادير 500 جرام فرينا 125 جرام زبدة ذائبة نحتاج مغرف صغيرة سيكفاني نحتاج قليل ملح و نحتاج مزهر لكي اللملابات و مغرف صغيرة خمير تلقيته و اول شيء نخلط المقادير كامل مع بعض و اللملابات مزهر اشتركوا في القناة لمقادير 100 جرام اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و سنضيف هذه اللبات و نجعلها تريحة لكي اللبات قسمتها و شكلتها هكا كما ربما نشوفو و نحلوهم و نشكلو القريب شتان هنوش رح نحتاج نحتاج شوية نشا و نحتاج للماشين هذي باسطة ماشين موسيقى 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 والحبة على القريب شكلو كيف تبغيها كبيرة او صغيرة بغيتوها صغيرة ما تطبروش بزاف هذي الاشريطة هذي و تقصوهم بغيتوهم يجيبوا رقاك ثاني تنقصوا في العرض نقصوا هكا شوية اللي تبغيها عريضة كبيرة تخليه كيمارا و تغفر هنا ننحي شوي و نستعملوا البعث هنا نجيب هنا الجهة للفوق و نحكمه هكا و نلضع لها مليح تتحكم لي مليح مش ميتحلوش و بعد نقسمها لثلاثة بشنا خدر نضفرها الضفرة العادية اللي مالفين تضفروها كما هكا بشنا نجيب هنا نضفر هذا اللخر و نضيفه نفس الطريقة كما أريد من فوق نضيفه نقص الزيت هنا ثاني نحيو الزويل لن تكون معجزة هنا قبل ما تقفلوها نرخفوها هكا شوية مليح تقفلوها النقطة هذه ونحتاجو هنا بيض بيض نقفلو به اللهن يا ازًا نقفلو نحن نقش نقش نحن نقش 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 بعد كملت الكمية كامل حطيت كمية من الزيت يسخن قلم المتوسط ونبدأ طيب قريبا تقليب الكمية القريب شتاعكم كامل ونضعه في الكسكاس كما هكا تخلصوا من كمية الزيت اذا راح تقدموه في نفس النهارة اسلوه وزينوه بالشجلانية اذا راح تقدموه في نفس النهار خبيوه في بورت مانجي وخليوه حتى الوقت التقديم يطول ما يصرره حتى حاجة من عشر يام حتى ناشين يوم ما يصرره العسل اللي تعسلو بيه ما يكونش سخون العسل يكون بارد يكون شوية سايل ويكون بارد ما يكونش سخون بش القريب شتاعكم يبقى كاك يبقى يقرمش ان شاء الله تكون اللغة ستعجبتكم اذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوه في القناة وتاكلوه بالصحة والحنا اشتركوه في القناة